السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد أرجو منكم في البداية الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس تداعيات الهجوم الإيراني أو الرد الإيراني على إسرائيل ليلة البارحة بعشرات من الطائرات المسيرة والسواريخ الباليستية والسواريخ الكروز هذا الهجوم الأول من نوعه بين البلدين يعني كان فيه بما يشبه بالحرب الباردة حرب ليس فيها مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران منذ 45 سنة كان فيه يعني صدام غير مباشر إسرائيل تقصف أو تستهدف يعني قوات تابعة لإيران تستهدف قادة عسكريين إيران ترد عن طريق حلفائها ترد عن طريق حزب الله ترد عن طريق المقامة في العراق إيران حاولت التغلغل في المنطقة وشكلت يعني حلفاء لها قادرين على مشغبة إسرائيل حتى تتمكن إيران من بناء قدرات عسكرية ومن بناء القنبلة النووية وهي تسعى لبنائها في المراحل الأخيرة للوصول لهذه القنبلة النووية الحقيقة أنه ولكي نقرأ الموضوع بموضوعية تامة بعيدا عن أي أفكار مسبقة من النظام الإيراني أو توجهات أو خلفيات دينية إلى غير ذلك نحن اليوم نتحدث عن هجوم غير مسبوك تغير في قواعد الاشتباك صحيح أنه الهجوم هو هجوم محدود بتصريح لوزير الخارجي الإيراني ولبعثة إيران في الأمم المتحدة قالوا أنه هذا هجوم محدود هجوم في إطار حق الرد المشروع وفقا لأنظيمة الأمم المتحدة وفقا للمادة 51 من مثاق الأمم المتحدة أنه لإيران حقا للدفاع عن النفس والرد المشروع في حال التعرض لإعتداء وإيران تقول أنها تعرضت لإعتداء إسرائيل قامت بقصف قنصليتها إيران طبعا طالبت مجلس الأمن بإدانة الفعل الإسرائيلي وتعويذ إيران لكن مجلس الأمن ماتلا ولم يكن بإخراج أو بنشر أو بالتواثق على إدانة فتوجهت إيران لاستهداف إسرائيل طبعا هناك من يقول طيب إذا إيران تريد استهداف إسرائيل لماذا تذهب نحو إعلام الولايات المتحدة الأمريكية وإعلام بعض الدول العربية أنها ستقوم باستهداف إسرائيل قبل عملية الاستهداف أولا إيران هي هددت وقالت أنه سترد على الكيان الصهيون وهذه التهديدات سمعناها على مدار عشرة أيام يعني كان من المتوقع أنه إيران ترد كان في احتياطات كان في تحذيرات إسرائيلية على مدار الساعة وفي تخوف كبير جدا وتجهيزات تجهيز لمنظومة الدفاع إلى غير ذلك وفي ترقب للرد الإيران لماذا أبلغت إيران الولايات المتحدة الأمريكية وأنا هنا أقدم لكم خراءة موضوعية الولايات المتحدة الأمريكية هددت وقالت أنه إذا شنت إيران حرب على إسرائيل واستهدفت إسرائيل فسيتعين علينا الرد وسيتعين علينا أن ندافع على إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أمن إسرائيل لا تنازل عنه ولا تسمع تلك الخلافات الموجودة والله يانو بايدن يقاطع نتانياهو ومش عارفه هذه كلها في الجوانب الخلافات بعض الإشكاليات في مواضيع أخرى أوكي في الحرب على طريق إدارة الحرب هذه أوكي يمكن يصير فيها خلافات لكن بالنسبة لموضوع أمن إسرائيل هذا للولايات المتحدة الأمريكية خط أحمر ولا نقاش ولا جدالة فيه مهما كانت الإدارة الأمريكية لأن هذا المشروع كانت ترعاها بريطانيا في البداية والآن أصبحت تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية وترعاها الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب بقاعة بريطانيا طبعا بالتالي إيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية لكي لا تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية ولا تندفع الولايات المتحدة الأمريكية نحو رد ربما يشعل المنطقة إيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية وقالت لها أنها سترد ستمارس حقها في الرد لكن هذا الرد ليس تصعيدي هذا رد محدود لأن إيران استهدفتنا وهذا الرد لن يؤدي إلى اشتعال المنطقة بما أن الولايات التحت الأمريكية أصلا حريصة على عدم اشتعال المنطقة إيران أيضا حريصة على عدم اشتعال المنطقة وتوسع الحرب إيران الآن في هذا الوقت وفي هذه الظروف لا تريد آخر شيء تريده إيران هو تحالف إسرائيلي غربي ضدها وإقامة أشعال حرب ضدها آخر شيء تريده إيران ولكن إيران أيضا لا تريد أن تسكت وتقبل بما قامت به إسرائيل ولا ترد إيران تريد أن تثبت الردع الإيراني وتقول أن الردع الإيراني موجود وأن هناك قواعد معينة للاشتباك لا يمكن للإسرائيلي أن يتجاوزها والحقيقة أنه بعد الاستهداف تم تغيير قواعد الاشتباك لأنه كما قلنا لأول مرة منذ 45 سنة قامت أو تقوم إيران باستهداف إسرائيل وهذا تغير لم يكن نتائجه تظهر الآن في هذه الساعات لكن على المدى طويل سنرى هذه النتائج وخاصة مع الرد الإسرائيلي لأنه إيران هددت أنه إذا قامت إسرائيل بالرد على ردها فإيران أيضا ستوسع من عملياتها ومن هجومها إيران قامت بعملية استعراضية هذا مؤكد إيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستقوم بهجوم محدود أن هذا الهجوم لن يخلف أضرار كبيرة ولكن إيران استغلت هذه الفرصة لتقوم بعملية استعراضية لتبين القليل من قدراتها تقول انظروا أحنا عنا قوة من الطيران المسير عنا سلاح المسير عنا السواريخ الباليستية والسواريخ الكروز التي تقدر أن تصل من إيران إلى الكيان الصهيوني وقادرة أنها تخترق منظومة الدفاع وبشهادة الإسرائيلي اخترقت منظومة الدفاع ووصلت وضربت في قاعدة عسكرية أنا شخصيا لا أعرف الأضرار هل يعني الإسرائيلي يقول لا وجود لي أضرار هل نصدق الإسرائيلي أم لا هذا شيء ثانوي أنا بالنسبة لي منضوع الإضرار هل حققت هذه ضربات أضرار أم لا هذا شيء ثانوي الآن بحكم يعني أحنا نناقش مسألة أهم برأيي أنه في الآن تحرك في الآن جرأة في الآن خيار استراتيجي جديد بالنسبة لي لإيران تحول نوعي في التعامل مع التهديد الإسرائيلي هل أول مواجهة حققت نتائج عسكرية أم لا هذا شيء آخر لكن أحنا نتحدث على هذا التغير الاستراتيجي الذي سيرافقه تغير في المنطقة صراحة إسرائيل الآن في ضغط كبير جدا لأنه يعني صراحة تم تمريغ أنف إسرائيل في التراب أو قادة إسرائيل في التراب يعني تتعرض لهذا الكم من الهجوم بالطائرات المسيرة لو لا الدعم الأمريكي والدعم البريطاني والدعم الفرنسي وقيام الأردن بإسقاط الطائرات المسيرة وسريخ بحجة أنها تخترق أجوائها يعني لا عاجزت إسرائيل عن الصد إسرائيل لو لا الدعم الأمريكي والدعم الفرنسي والبريطاني ومع الدول الغربية لا تستطيع أن تفعل شيء إسرائيل الآن محاصرة صراحة نحن يعني مسؤول عسكري إسرائيل يقول نحن تعرضنا لهجوم مركب حسب قوله من إيران من العراق من سوريا من اليمن يتحدث عليه يوم أمس ومن لبنان لا أستطيع أن أؤكد أن هذا الهجوم كان شامل لكل محور المقاومة وأنه فقط إيران هي التي قامت بالضرب لكن هذه تصريحات الإسرائيليين وأنا دائما لا أثق بتصريحات الإسرائيليين لكن يعني نتحدث عنها ونحاول أن نفهم منها ماذا يريد الإسرائيل هنا يعني صراحة هذا يعتبر حصار لإسرائيل اليوم إسرائيل هي تريد أن تقول للعالم أنها محاصرة وأنها مهددة بوريس جونسون الرئيس الحكومة البريطانية السابق قال أنه نساند إسرائيل وندين العدوان الإيراني عليها وإسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط ويجب أن نقف معها وهذه السردية التي تحاول إسرائيل أن توصلها للعالم الغربي ولكن متى تخلى العالم الغربي على إسرائيل؟ أبداً يعني صحيح أنه في الحرب خسرت إسرائيل كثير يعني صورتها في العالم الآن تحاول أن تبين أنها مظلومة وأنها تتعرض للتهديد لكن كل العالم يعرف أنها هي التي بدأت وهي التي قسفت القنصلية حتى ولو مجلس الأمن لم يصدر تنديد وإدانة لإسرائيل لكن كل العالم يعرف ولذلك أنا شخصياً أعتقد أنه لن يكون هناك رد إسرائيلي لأنه العالم سيرفض الرد الإسرائيلي مساء اليوم الأحد 14 أبريل سيكون هناك عفواً 14 أبريل اليوم الأحد 14 أبريل نعم سيكون هناك اجتماع لمجلس الأمن وسيكون هناك حديث على التطورات في المنطقة وسيكون هناك طلب بعدم للتصعيد وتخفيض التوتر وهذا التخفيض سيشمل الحرب في غزة وضرورة لوجود مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة بالتالي أنا شخصياً أعتقد أنه إسرائيل ستبتلع السكين هذه المرة حتى ولو نسمع في الإعلام والبروباجندا التي تقوم بها واحنا استطعنا النسق 99% من الصواريخ ومن الطائرات المسيرة يا أخي أفهموه وهذا كلامي أيضاً للناس اللي صراحة أنا نشوف في بعض التعليقات ناس مش فاهمة في التويتر وفي حتى في اليوتيوب يا أخي أفهموا الموضوع عنتم ولا تنخدعوا بالرواية الإسرائيلية أرجوكم حتى ولو كان عندكم خلافات مع إيران لا تنخدعوا بالرواية الإسرائيلية إيران هي أصلاً قالت أنها بعمليتها لا تريد التصعيد قالت عمليتها ستكون عملية محدودة فبالتالي لا تنتظروا دمار واسع في إسرائيل ليش ما تفهموا أنتم إيران قالت أنه ردها سيكون محدود هذا قبل أن قرأت هذا التصريع لوزير الخارجي الإيراني قبل يومين من الرد قال أنه ردنا سيكون محدود ولا نسعى من خلال الرد إلى توسيع الصراع ولا نسعى إلى حرب وإنما سنمارس حقنا في الرد وكلامي هذا ليس دفاع عن نظام الإيراني لكن أنا هنا أوضح لأنه في البعض كان يعتقد أنه إيران ربما ستشعل إسرائيل وستدمر إسرائيل ويعني صحيح أنه الكثير مننا ربما يعتقد أنه أو في شعور ربما ب يعني شعور أنه مش عارفين من يستطيع أن يساند المقامة الفلسطينية من يستطيع أن يثأر لنا من المقامة الفلسطينية بالتالي نتعلق بأي شيء لكن هذه حسابات أخرى اليوم إيران تتعامل تقول لك أنا كدولة اليوم محاصرة وعندي مجتمع دولي وعندي شعبي وعندي حسابات كبيرة جدا يجب أن تجهز لها قبل القيام بأي عملية وحتى هذا الرد هي تأخرت كثيرا لأنه كان لزاما عليها أن تقوم بالتحذير بتحذير دفاعاتها تتوقع أنه يكون في رد إسرائيلي متهور تجهز شعبها الداخلي هذه إعلان حرب أنك تستاهد إسرائيل هذا يتسمى إعلان حرب فيجب أن تجهز جبهتك الداخلية وكل هذه الأمور حتى يتم هذا الأمر فإيران أعتقد أنها كانت واضحة لكن الأمال كانت مرتفعة من الناس مش عارف لماذا إيران قالت أنها ستستهدف إسرائيل ردا على قصف قنصليتها وعمليتها ستكون محدودة وبلغت بهذا الولادة التحت الأمريكية والولادة التحت الأمريكية تفهمت هذا الأمر مع أنه سمعنا تصريحات أنه قيادة المركزية الأمريكية قالت أو القيادة الوسطى الأمريكية قالت أنه هذا الهجوم يعني كان أكبر مما نتوقعه وهذا يدخل في إطار الاستعراض الإيراني إيران حاولت الاستعراض تريد أن تبين قدراتها حتى وإن كان العمل محدود هذه رسالة لإسرائيل هذا عملنا المحدود وفكروا في يعني هجوم كبير يمكن أن نقوم به ضدكم إن قمتم باستهدافنا مجددا وهذه الحسابات الآن موجودة عند الإسرائيلي صراحة الشعب الإسرائيلي بات ليلة في الملاجئ في رعب يهلع كبير جدا تخيل أنت لو لو كل ليلة مثلا إذا في حرب مفتوحة لو كل ليلة إيران ترسل هذا النوع وهي قادرة على فكرة ترسل هذا الكم من السواريخ والطائرات المسايرة إلى متى ستستطيع الدفاعات الإسرائيلية تخطي كل هذه السواريخ والطائرات المسايرة ثانيا أعتقد أن الطائرات المسايرة والسواريخ الباليستية هي يعني مثلا سواريخ الباليستية أعتقد أنها سواريخ قديمة من جيل قديم وليست من السواريخ الحديثة ليست سواريخ الإبرسونيك فائقة السرعة لا أعتقد أنها سواريخ فائقة السرعة التي يعني تتجاوز سرعاتها سرعة الصوت لأنه كما قلنا الرغبة الإيرانية هي إصال رسالة ردعية وقد تحقق هذا الردع بالنسبة لإيران الآن ويعني هددت أنه في حال وجود رد إسرائيلي فسيكون ردها أكبر ولهذا نسمع بيانات في المنطقة يعني في اجتماع لمجلس الآمن للحف على عدم التصعيد في بيان سعودي للحف على عدم التصعيد في بيان إماراتي في بيان أردني في بيان مصري تتوالى البيانات للحف على عدم التصعيد وأنا شخصيا حتى ولو كان هذا العمل الإيراني منفصل عن ما يحدث في غزة لكنه في الإطار العام إسرائيل قامت باستهداف القنصلية في إطار العام ما بعد أحداث يعني أحداث 7 أكتوبر طفان الأقصى ورغبة منها في يعني التحرش بإيران للهروب من الهزيمة في غزة ولكن أعتقد أنه هذا الهجوم سيكون عنده تأثيرات إيجابية صراحة من حيث ضرورة الاستجابة للمفاوضات من حيث أنه الأمريكي يستطيع أن يضغط أكثر على الإسرائيلي في المفاوضات لأنه الأمريكي الآن يريد تحقيق إنجاز خاص في مفاوضات غزة فأعتقد أنه الإسرائيلي سيفكر الآن قل لك إحنا في تهديدات إيرانية فيجب أن نخفض قليلا من الأعمال في غزة وربما أن نصل إلى مفاوضات وحتى أنه سمعت تصريحات أنا عن وسائل الإعلام إسرائيلية يقولون أنه نتنياهو أجل فكرة اقتحام رفح مرحليا ربما تتأجل إلى مال النهاية اليوم في صورة على فكرة يعني عشرات أو الآلاف من الفلسطينيين يحاولون من الجنوب الذهاب نحو الشمال في تحدي كبير جدا للقوات الإسرائيلية ورسالة قوية جدا أن هذا الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أراضيه وسيعود للشمال حتى والشمال المدمر سيعود للشمال رغما عن الإسرائيل متمسك بأرضه ولن يتخلى عن أرضه ولن يعني يستجيب للضغوطات الإسرائيلية أبدا وسيعود للشمال فالحقيقة أنا أعتقد أنه هناك سعي الآن أمريكي لتطويق الأزمة لعدم الذهاب نحو اشتعال المنطقة لأنه هذا ليس في صالح لا الأمريكي ولا الإيراني وهو في صالح الإسرائيلي الإسرائيل يريد اشتعال المنطقة لكن الولايات المتحدة الأمريكية ستحاول أن تسيطر على جنون نتنياهو لأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي الدعم الأول لإسرائيل بالسلاح وإذا ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل لكي لا ترد فأنا باعتقادي أنه إسرائيل لن ترد ربما ردها سيذهب يعني في سوريا استهداف كالعادة ليس مقرات قنصلية استهداف قادة أو محاولة الظفر بقائد عسكري لكن لن يطال الداخل الإيراني ولن يطال مؤسسات سيادية إيرانية أو يعني تتبع الجمهورية الإيرانية في الخارج لأن هذا سيستدعي رد إيراني مباشر لكن بإطار يعني المنوشات السابقة أنه مرة تستهدف قيادي مرة تستهدف يعني الحرس الثوري أو قوات الحرس الثوري في سوريا أو فيلق قدس في سوريا هذا يمكن وهذا لا يمكن يمكن أن تتفهم إيران ولا يمكن أن يؤدي إلى يعني اشتعال حرب اشتعال الحرب برأي هو لما تصل يعني قرار خوض الحرب بالنسبة لإيران هو لما تصل إيران إلى تحقيق يعني قوة عسكرية كبيرة وأهمها يعني الوصول إلى تصنيع القنبلة النووية الآن أنا برأي في المنطقة سيعاد رسم خريطة المنطقة وتقسيم النفوذ في المنطقة الإيراني فرض نفسه يعني في هذه المعادلة فرض نفسه مضيق هرمز يعني عنده حلفاء في المنطقة يستطيع أن يستهدف إسرائيل يعني فرض نفسه وموجود واللتحة الأمريكية تعرف هذا ولكن الدول الأخرى غائبة تماما طبعا هناك من يقول لك هذه مصرحية مقامة به إيران مصرحية وأنا أجيب بكل بساطة أنه ورونا مصرحياتكم أنتم أعطونا أنتم أيضا مصرحية الإيراني قام بمصرحية أعطونا أنكم أنتم مصرحية أنا شخصيا أعتقد أنه أحنا الشعوب العربية يعني مش عارف كيف كيف نوصليكم المعلومة لكن لأنه ربما عاجزين عن فعل أي شيء فحتى من يقوم بشيء يقول أنه شكك في فعله صراحة أنا ماذا بيه أنه الشعوب العربية أنه تسأل نفسها ماذا فعلت ماذا فعل قادتها خلونا من الإيراني الإيراني يريد أن يعمل مصرحية يعمل مصرحية أحنا ماذا فعلنا وماذا سنفعل هذا هو السؤال هذا ما حبيت نقوله شكرا لكم وإلى اللقاء